موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نحل تدريبات كتاب المدرسة للصف السادس الابتدائي يونت 5 يونت 5 يونت 5 يقولي نمبر 2 یہاً لطبعا صغير الغلط لطبعا الغلط الي gehen قام بالآن counting الي ott يتِب�ard الي ث تصححه الي تى الغلط هتبقى wrong wrong مش هتبقى الخطأ تصحيحها هيبقى right اقول that's right that's right it's 23 degree لا فيه رقم هوت اكتر من واحد 23 23 ديجري دي الغلط هزود لها اس بس هتبقى it's 23 degrees درجة الحرارة number four wow do you do مفروض do you sink بدل نودي هتبقى sink it's wanting to rain لا بدل الوانتز دي هتقول it's going to rain بدل الوانتز دي هتبقى going طيب number five maybe it's getting cloudy it's getting cloudy number six number six what's your family لا المفروض how how is your family how is your family how is your family عندي بقى zero five zero fine zero fine zero fine fine يعني بخير but my sister اختي مفرد اخد معاه has my sister اللي هي اختي has the flu يعني عندها ايه flu اللي هو البارد او انفلوانز لا طبعا انا سمعت كده يبقى i am sorry i am sorry i am sorry انا حزين ان انا سمعت كده يعني i am sorry to hear that بدل هابي هتبقى sorry number nine it's not it's not it's not serious it's not serious يعني حالتها مش خطيرة she is doing better yesterday يعني هي هتبقى افضل انبارع لا she is doing better today today اليوم الورد تايم وقت الكلمات عندي طبعا read a newspaper يقرأ جريدة read يقرأ a newspaper number two give us bitch give us bitch يعني بيلقي خطبة give us bitch number three visit visit يعني يزور a museum visit a museum المتحف museum المتحف number four meet 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 a friend meet a friend friend number five bake bread bake يعني يخبز bread الخبز number six take a mass test take a mass test يعني في اختبار رياضيات mass تست اختبار what are they going to do look under right يعني اشوف كده هم هيعملوا ايه مثلا number one بقولي she is going to هي number one هي هي بتعمل ايه هنا لسه هتعمل ايه عندها طيورة هي بيردس بقول she is going to feed the bird feed يعني هي هتطعم gong 2 معنها سوفة gong 2 معنها سوفة she is going to feed زي بيردس زي بيردس زي بيردس الطيور number two number two is going to take medicine يعني هي هتاخد الايه الدواء take medicine 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 لها الدواء medicine لها ايه الدواء number three he is going to get haircut طبعا number three اهيه هو رايح للايه اللي حلقه he is going to gong 2 معنها سوفة gong 2 بيزبقها am او is او are am مع اي و is مع هي وشي و ات او اسم مفرد و are مع وي و يو و زي او اسم جمع طبعا هي خدت is he is going to gong 2 بيجي بعدها الفعل في المصدر gong 2 معنها سوفة و بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى طبعا get he is going to get haircut بيجي الفعل في المصدر يعني النسبة كبيرة جدا مش من ضف له is ولا ed ولا ing gong 2 get اهير قطع يعني هو هيروح يقص شعره number four number four هم اتنين وهما تقول z اقول ايه z z بتاخد or or z are going to take underground يعني هم هيخضوا مترو الانفاء هنا بقى بص على الرموز اللهم الدهني ديت هنا واحد واجهة يعني مرة واحدة يعني مرة واحدة مثلا في اليوم مرة واحدة في الاسبوع بعمل حاجة ديت مرة واحدة في السنة مرة في الشهر اسمها اما بعمل حاجة ديت مثلا مرتين في اليوم او تلات مرات في الاسبوع او حاجة مرتين اتنين اسمها twice يعني مثلا بحلق مرتين في الشهر اقول twice او ليه twice مرتين اتنين بخسن مثلا سنان مرتين في اليوم اقول twice مرتين اسمها twice اما بقى من اول three اول three times اربعة four times خمسة five times يبقى once مرة واحد twice مرتين three times ثلاث مرات اربعة مرتين خمس مرتين five times طيب اديدت a day في اليوم a week في الاسبوع في الاسبوع في الشهر a month a month a month في السنة طيب هنا ارى اجاب لي رموز وانا اكتب الايه يعني مثلا اول رمز اجاب لي one اللي هي once وبعد كده day اللي هي a day اللي هي بتعبر على ايه a day اهي ادي اهي one بقت once بجيبها هنا اه والدي برموز لها a day اهي وجيبت ادي اهي طب number two number two فين three three اهي three three times three times ادي three اهي اقول three times طيب وw الـ the w بتعبر على ايه اللي هو الاسبوع يبقى اقول three times a week three times اويك اكتبه هنا three times اويك هل سلاس مرات في الاسبوع طيب عندي two والم طبعا two فين two اهي اللي هي twice اكتب هنا twice والم فين الام اهي يبقى am اللي هي months يبقى اول twice a month يعني مراتين في الشهر اكتب هنا twice a month اه twice a month طيب هنا number four جيب لي three وجيب لي اليه علامة year السنة فين three اه three لا three times اكتب هنا three times a year ثلاث مرات في السنة اقول three times a year يبقى اكتب هنا three times a year ثلاث مرات في السنة number five عندي four ودي فين four four اه اللي هي four times وعندي دي اللي هي day يبقى اقول four times four times a day four times a day يعني اربع مرات في اليوم اقول four times a day اكتبها هنا كده اه عندي بقى اخر حاجة جيب لي two و double two اللي هي twice اكتب twice هنا والdouble اللي هي week يبقى اه a week يبقى twice a week twice a week يعني مراتين في الاسبوع twice a week طيب هنا بقى اجيب ليه هنشوف الجدول اللي قدامي دوت كده وعندي فيت زابردس اللي هي بتقبر على الطير دي بتطعم الطيور فيت زابردس طبعا لو انا بصيت في الجدول ده كله هلقى اي مرة واحدة بس في الاسبوع عندي ساندي دي اختصار اليوم الحد ساندي مندي تيوزدي وينزدي سارسدي فرايدي ساتردي ده ايام الاسبوع فهنا عندي فيت زابردس بتطعم الطيور طبعا لو انا بصيت في الاسبوع كله مش هلقى هلا مرة واحدة بس ويبقى اولي once a week مرة بس في الاسبوع طيب هنا عندي take medicine take medicine يعني بتاخد الدوة take medicine الدوة هو على ايه هنا مرتين مرتين طب نشوف الاسئلة كده بيقول لي هيبة فيت زابردس هيبة بتطعم الطيور once a week مرة واحدة في الاسبوع once a week صح هي مرة واحدة بس يبقى دي true يبقى دي صح بعمل ايه true true يعني صح true صح number two هيبة takes medicine هيبة بتاخد العلاج three times a day three times a day يعني بتاخد العلاج دوة تلات مرات في اليوم three times a day ثلاث مرات في اليوم طي بتاخد العلاج ثلاث مرات في اليوم دوة مرتين اتنين ادي مرة ايه ومرة ايه المفروض تبقى twice هدي twice ادي مرتين في اليوم مرتين في اليوم يبقى دي false false يعني غلط بعمل ايه برمز لاب رمز f false يعني خطأ يبقى number two دي خلط number three هيبة بيكس بريد هيبة بتخبز الخبز three times a week three times a week يعني ثلاث مرات في الاسبوع three times a week طبعا ادي مرة هي ودي two ودي three يبقى دي صح برمز لاب رمز t true يعني صح add be read and write هنبص تاني عالجادوة اللي قدامي دوة ونشوف بقى الأسئلة بقول لها often does take medicine هي بتاخد العلاج كم مرة all she takes medicine twice a day twice يعني مرتين twice a day يعني مرتين في اليوم طيب السؤال بتاعي بقول لي how often does how often يعني كم مرة how often بسأل بها بعدد المرات قول how often كم مرة how often بيجي وراها ya do ya does does مع he وشي وقت أو اسم ولا أو اسم بت how often بيجي بعديها does طيب does بتيجي مع he وشي وقت وdo بتيجي مع we وyou وزي طيب اقول بقى she takes the underground five times a week بتاخد underground كم مرة بتاخد المترو خمس مرات في الأسبوع خمس مرات في الأسبوع five times a week five times a week هنا جيب لي جيب لي مثلا شهر كامل هوت الشهر دوت بعمل فيه ايه بقى في الشهر دوت هنا مثلا جيب لي visit a museum visit a museum بيزور المتحف طبعا الرمزة هوت بيزور المتحف مرة واحدة بس في الشهر يبقى once a month طيب وهنا get a haircut get a haircut يعني بيقص شعر بتاعه بيقص ايه جيب لي مقصة هوت يعني معنى كده ايه مرة واحدة بس برضو في الشهر once a month طيب ده بيورمز له read a newspaper read a newspaper ماشي اه عندي ايه ايه تاني عندي do laundry do laundry يعني بيغسل الغسيل طبعا مرتين في الشهر اهي twice a month twice a month طبعا بيقولكو خطبة give us bitch give us bitch اه كم مرة اربع مرات في الشهر four times four times a month طيب هنا بيقولكو خطبة كم مرة هاو offn does he do laundry يعني كم مرة هو بيغسل اه غسيل هاو offn كم مرة والت بيجي بعدها does ya do does بتيجي معاه he وشي does جيب معاه he عشان لقيت he جيبت does اه اجي 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 he وdo هتبقى does he does laundry twice a month twice a month يعني مرتين اتنين في الشهر طيب number two how often does he visit a museum يعني هو كم مرة بيزور المتحف اقول he ابدأ بالفاعل اقول he وفزت ازود لها s عشان لقيت فاعل لمساعد does اول ما لقيت does في السؤال بزود الفير is او is او is he visits حطيت visit s he visit ليه عشان لقيت فاعل مساعد does he visits طبعا الكلام ده مع he وش he visits a museum once a month يعني هو راح زال المتحف مرة واحدة في الشهر هنا جاب اجابة وعايز اعمل لي سؤال طبعا عندي gets he gets haircut once a month هو بيقص شعره مرة في الشهر عشان اسأل على عدد المرات اسأل ب how often how often وعندي he بيقص does فعل مساعد does how often does he get haircut how often does ورجع الفعل الاصله عشان does how often does he get haircut اما في الاجابة اول ما لا does بزود الفعل اس طيب number four how often برضو بسأل على العدد المرات how often does he read a newspaper كم مرة هو بيقى رفاق جورنان طيب هنا عايز يعمل سؤال how often كم عاد المرات وبعدين does he how often does he give a speech يعني كم مرة هو بيقى خطبة he gives a speech four times a month number six how often does he go to the restaurant كم مرة بيروح في المطعم he goes to the restaurant three times a month ثلاث مرات في الشهر three times a month طبعا قلت لما بلاقي فعل مساعد does بزود الفيرب es أو es أو i es طبعا زودت go es عشان منتهي الفعل بo الفعل لو انتهب بزود بزود مش es بس لا بزود es لو الفعل انتهب o أو انتهب es h أو c بزود وقت وقت القراءة دير سارا عزيز سارا there is there is يعني يوجد there is يوجد المفرد a pissed in our class a pissed in our class يعني بيست ده يعني زي ما احنا بنقول مثلا ايه عيل رخم عيل غلس in our class في الفصل بتاعنا at school في المدرسة his name his name يعني اسمه is حسام اسمه ايه حسام يبقى اللي هو عندهم في الفصل بتاعهم واد اسمه حسام عيل رخم عيل غلس بارد طبعا ممكن حسام تاني ممكن واحد تاني يكون اسمه حسام في فصل تاني يكون هو اشتر واحد في الفصل وعيل مؤدب ومحترم اما هما عندهم واحد اسمه ايه حسام he follows us هو دايما ماشي ورانا all the time طول الوقت and always ودايما always يعني دايما buzzers us يعني دايما بيضيقنا buzzers us يعني بيضيقنا he takes هو بياخد بقى he takes our things بياخد الحاجات بتاعتنا without يعني بدون without يعني بدون without asking بدون ما يستأذلنا او يسألنا our teacher our teacher المدرس بتاعنا او المدرسة بتاعتنا told us قالت لنا to be patient to be patient patient هنا يعني معناها صبور معناها ايه صبور it's not fair هما بقبلوا it's not fair دا مش من العدل يعني او مش من ان احنا نصبور على واحد زي دوت يعني what can we do احنا نعمل ايه هناء and شيماء هما اللي ايه اللي كانوا بيسألهم او طلبوا الكلام دوت هما اللي قيلين ايه دير هناء and شيماء دي بقى ايه صار هي اللي بتقول الكلام ده بقى بترد عليهم بتقول لهم ايه دير شهناء and شيماء عزيزتي هناء وشيماء حسام بازرزيو بيديقكم بازرزيو بيديقكم بيكوز بسبب بيكوز يعني بسبب he want is هو عايز your attention your attention يلفت انتباهكم عايز يلفت انتباهكم spend time with him help him يعني ساعدوه find some friends ساعدوه انه هو يلاقي بعض الاصدقاء سارة ده اللي كانت ببقى الكلام دوت مين سارة هي اللي رد عالكلام دوت هنا بقى بيسألني بيقول read the questions write the answer هنقرأ الاسئلة ونجاوب عليها who's a pest مين بقى اللي هو الودي اللي غلص اللي هو مين حسام مين حسام طيب هو يعني من هو يعني ايه من بيسأل على عاكل هو who told هناء and شي ما to be بيشن من اللي قال هناء وشا يبقوا ايه بيشن يبقوا يعني ايه يبقوا صبرين شوي مين بقى زير تيتشر زير تيتشر طيب نمبر سري why why بيست بازر هناء and شي ما ليه هو بيدي بيكوز طبعا قلنا بيكوز بسبب he want his attention هو عايز يلفت انتباه هن هنقرأ ونوصل طيب نقرأ هنا الاول الجملة ونشوف من اللي قال بقول told them to be patient قال لهم to be patient انه كنتوا تصبر من اللي قال كده طبعا انا اقول زير تيتشر زير تيتشر هو اللي قال لهم خلكوا صبرين زير تيتشر هو اللي قال الكلام ده يبقى دي نمبر فور طيب بعد كده قال text زير singes وزود asking text زير singes يعني بياخد الاشياء وزود بدون asking بدون استئذان يبقى من اللي بيعمل كده موك قال حسام يبقى دي كده روح عنده حسام كده طيب بعد كده قال says help him يعني ساعدوه find some friends يلاقي بعض الاصدقاء من اللي قال الكلام ده طبعا اللي قال الكلام ده صار طيب طيب told them to spend time with حسام برضو مين اللي قال الكلام ده صار is in هناء هناء and شايم مين طبعا حسام say it's not fair هم قالوا ده 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 مش من العدل نحن نعود ونصبره عليه ده كله يعني يبقى مين هناء وشايم هم اللي قالوا الكلام ده هنا بقى بيقول ايه وين يعني متى وين يعني ايه متى وين دو يو دو زي سينج انت بتعمل الاشياء دي امتى وين متى هندي اكتيفتي عند هنا اكتيفتي اللي هو النشاط اكتيفتي اللي هو النشاط عند مورنينج الصباح في الصباح هعمل حاجة دي افتر نون وقت الظاهيرة نايت اللي هو ايه في المساء او بالليل طبعا ده بقى حاجة ترجع لك يعني عندي براش مايتيس براش مايتيس يعني تخسل اسنانك بقول لك مثلا باخسل سنان امتى براش يخسل براش مايتيس تيث اللي هي الاسنان باخسل سنان امتى ممكن مثلا مورنينج فترة النهار الصباح او نايت بالليل ممكن اعمل هنا على مورنينج وعلى نايت مورنينج اللي هي الصباح ونايت اللي هو ايه بالليل عندي ايت يأكل ايت يأكل طبعا تلاقي ثلاث واجبات مورنينج وعندي افترنون وعندي نايت طيب يوز اكمبيوتر انت بتستخدم الكمبيوتر يوز اكمبيوتر واحد ممكن بستخدمه مثلا بالليل او وقت الظهر يبقى اعمل على نايت لو بالليل يبقى اعمل ايه علامة كده على نايت طيب ريد انيوز بيبر يعني بيقرى جورنان ممكن اقول وقت مثلا مورنينج في الصباح تيك اناب تيك اناب يعني ياخد قيلولة تيك اناب يعني ياخد غفه كده ينمله مثلا ربع ساعة نصف ساعة يبقى تيك اناب يبقى دية وقت الظهيرة يبقى اعمل على مهنا كده وقت الظهير call a friend call a friend يعني اتصل بصديق call a friend ممكن اتصل بالصبح بقى after noon على حسب ما ايه باتصل بصديق read the questions write the answer هنقرأ الاسئلة دي حاجة ترجعلك انت برضو الاسئلة دي مثلا انت بتروح تقص شعرك كم مرة مثلا you بتتحول i get or i get a haircut once a month انا مثلا مرة في شهر once a month once لو مرة months لو شهر number two how often كم مرة do you bake bread كم مرة يغبز عيش i bake bread three times a week يعني بنعمل عيش ثلاث مرات three times a week number three how often كم مرة how often do you wash your hair كم مرة انت بتخسل شعرك فيها من قول i wash my hair twice a day مرتين في اليوم twice a day twice يعني مرتين a day يعني في اليوم number four how often طبعا how often ليا كم مرة do you see a film انت كم مرة بتشوف فيلم اقول i see a film twice a week مرتين في الاسبوع مثلا twice a week والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة